السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم محاجب الميكسير شوفوا بكل صراحة واحد الخفة واحد اللذة سهل في التحضير بطريقة جدا مبسطة نشارك معكم الوصفة بكل أسرار نجاحة حتى نوعية سميد راح نشاركها معكم ومن اليوم أي مبتدئة تحضر المحاجب بكل سهولة وبكل ثقة وطبعا إذا أعجبتكم الوصفة عن نهار اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تبضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي على بركة الله نجوزو في تحضير الوصفة إذا نحتاجو زوج كيلات سميد ناعم نزيدولو 3 كيلات تاع الماء الماء على حسب نوعية سميد اللي عندكم إذا سميد اللي عندكم ما يتشربش الماء ما يأخذ لكمش 3 كيلات أنتو ما تبدو بكيلة والكيلة الثانية راح تزيدوها بالتدريج يعني راح تزيدوها غير بشوية وكيما رحكم تشوفوا بعد ما دارت يزوج كيلات تtain الماء السميد التاعي تشرب يعني راح نكمن نزيد الكيلة الثالثة بالتدريج راح نزيدها غير بشوية ونخلط به الطريقة وكيما استعملت كيلة كبيرة تقدروت كيلو غير بالكاس أنتو ما تبعو نفس الخطوات سواء دارتوا كيلة كبيرة ولا كيلة صغيرة شوفو هنا بعد ما نزيدوا والكيلة الثالثة على الماء سنخلطوه حتى نتحصلو على هذا الخالط وبعد ما تحصلو على هذا القوام يعني ما رحش تزيدو الماء وكما راحكم تشوفو درت كمية كبيرة خادش هذه العجينة راح ندلكم بها زج وصفات الوصفة الاولى سبق وشاركتها معاكم كان الطاكوس بعاجين تلمس من وعجبتكم بزفزف و بزف منكم اللي يجربها والوصفة الثانية راح نديرو اليوم حاجب باذن الله هنه كما راحكم تشوفو راح نرحي مليح السميد التعناء بالبغاميكسر هالطريقة راح نرحيو بها السميد وما نحتاجوش كامل نعجنو العجينة التعناء فيما بعد وبالنسبة للسميد اللي خدمت بيه اليوم خدمت بسميد عمور الاكياس تا 5 كيلو وهنه كما راحكم تشوفو نجيبو الجفنة التعناء نوزعو فيها الخالط ونزيدو الفارنة وملعقة كبيرة تاع الملح يبقى دايما على حسب الذوق ونبدأ نزيد فلفارنة بالتتريش ونجمو العجينة التعناء بدون عجن وبدون دلك وبدون اي مجهود شوفو البنات كينا راحيو السميد بالبغاميكسر هذيك الطريقات سهل علينا العجن والدلك يعني ما نحتاجوش كامل ندلكو العجينة التعناء هنه نبدأ نزيد فلفارنة غير بشوية حتى نجمو العجينة التعناء ونتحصلو العجينة ماشي طرية بزاف وماشي ناشفة بزاف معايلكم العجينة التعناء البنات كي ما راكم تشوفو شوفو تحصلنا العجينة ماشي طرية بزاف وماشي ناشفة بزاف شوفو مليح القوامتها العجينة التعناء راح نغطيها بكيس بلاستيكي غذائي ونخليها ترتاح مدة 15 دقيقة الى 20 دقيقة هناك ما راكم تشوفو العجينة التعناء بعد ما خلتها ريحة مدة 20 دقيقة شوفو النتيجة اللي تحصلنا عليها تحصلنا على نتيجة بزاف بزاف عيلة شوفو لابنة اللاجينة بتاعكم كل ما تخلوها تريح تمدلكم نتيجة بزاف عيلة وهنا نحتاج و شوية تازيت نمسح بها يدي ونكور في العجينة التعناء هكذا بهذه الطريقة و بهذا الحجم يعني ما تديروه مش صغر في كل مرة نمسح يدي بشوية الزيت ونكور العجينة تاعي بهذه الطريقة شوفوا العجينة تاعنا ما شاء الله هالبنت بزاف هيلة صدقوني اللي تتبع الخطوات للاخر يعني تشوف الفيديو للاخر وتتقيد بالنصائح اللي نظر عليهم رح تتحصل على نفس النتيجة انا بعد ما كورت العجينة تاعي نحطها في الصينية بهذه الطريقة نزيد نغطيها بكيس براستيك غذائي ونخليها ترتاح مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة اذا نبدأ ما تريح العجينة تاعين ونجد معاكم الحشوة كما راكم تشوفوا في مقلة نديروا شوية تاع الزيت وعندي طماطيشة والفلفل والبصلة قطعتهم بهذا الشكل نزيدوا ملاقة كبيرة طماط كونسون تخيطة ماطم وسبارة نصف ملاقة كبيرة تاع الهريسة شوية تاع الملح شوية تاع السكر وشوية تاع الشحمة جديدة هلنا راح نحطون مقلة تاعنا على نار متوسطة عندما يطيبوا راح نرحيهم ونتحصلوا على هاذ النتيجة الحشوة تاعكم لازم تخلوها حتى تبرد اذا بعد ما بردت الحشوة تاعنا والعجينة تاعي ريحت هنا كما راكم تشوفوا نمسحوا طاولة العمل بشوية تاع السيد وعندنا ورق الطاهي قطعتوه بشكل مستطيل نمسحوه بشوية تاع السيد ونبدأ نحلف العجينة تاعي بعد ما خلتها ريحت شوفوا لبناءة العجينة تاعكم كل ما تخلوها تريح راح تحلوها بسهولة وما تتقطعش معكم ابدا هنا نبدأ نحلف العجينة تاعي من المستحسن على الاطراف لازم العجينة تاعكم تحلوها رقيقة في الوسط نخليها شوية خشينة وعلى الجوانب نحلها رقيقة شوفوا لبناءة العجينة تاعنا نحلوها بيكون لي سهولة وما تتقطعش معكم ابدا شوفوا هنا نبدأ نجبت العجينة تاعي هاها كده بهاتطريقة كي ما قلت لكم تخلوها شوية خشينة في الوسط باش كي تحلوها بهاتطريقة ما تتقطعش معكم حنا نرشوها بشوية تاعزيت ونطويها على الجوانب هاكده بهاتطريقة شوفوا هنا نزيد الحشوة انتعنا بعد ما خلتها بردت ونغلق هاكده بهاتطريقة اللي بنات كي ما راكم تشوفوا الطريقة بزبزب سعلى برق العجينة تاعكم لازم تحلوها رقيقة باش المحاجم بتاعكم يجو بزب هايلين وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا لها نرفضوها بهاتطريقة ونطيبوها بالنسبة للطاجين نحطوه فوق النار نخلي حتي سخون مليح نقص النار فهذا اللحظات النار نديرها متاوسطة نرشوه بشوية تاعزيت ونحطوه المحاجب انتعنا ونبدأ نطيبهم في كل مرة نقلبوهم هاكده البنات كي ما راكم تشوفوا ما نكتروش هنا الزيت باش ما يجوش مزيتين في كل مرة راح نقلبوهم باش ينتافخوا وبالنسبة للنار نديروها متاوسطة باش ما يتحرقوش شوفونا البنات كيف هاش بدو وينتافخوا ما شاء الله كي ما راكم تشوفو يتحمرو وينتافخوا ما شاء الله راح نكمل طيب كامل كمية بنفس الطريقة ونشوفوهم في شكل نهائي فيما بعد اذا كان هذا هو الشكل النهائي المحاجب اللي حضرتهم معاكم حذرنا محاجب المكسر كي ما قلت لكم البنات ونعاود نقول لكم بكل اللي صراحة عليهم واحد البنا واحد الخفة ما شاء الله روا يا البنات يعني اللي ما جربتش من قبل محاجب المكسر نقول لك راكي راطيتي بزاف كي ما راكم تشوفو ماشي مزيتين تمنى هذا الوصفة تجربوها وترسلوا لي صور تطبيقتكم كي ما عودتوني دائما واكيد راح نشاركهم مع الجامع وما بقى لغا نقول لكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انت الله في روحتيكم في امان الله